السلام عليكم. بيبدأ الفيلم بجندي سابق اسمه هينري وهو بيقدم على وظيفة مدرس في مدرسة تاك تشي السنوية. والمدير بيرفض ان يشغله. علشان اغلب الطلبة المشغبين وهو مش هيقدر يتعامل معهم لانه ما عندوش خبرة. فبيدي له هينري جواب توصيلة من شخص مهم. وعلى طول المدير بيوافق انه يشغله. وتاني يوم هينري بيستلم الشغل. والسوق حظه بيدرس لاكتر فصل في طلبة مشغبين. وبيلاقي طلبة متجهلين وبيتعاملوا كأنهم في بيتهم. منهم اللي بيعملوا اكله وبياكلوه واللي بيلعبوا على الموبايلات. وفي منهم اللي بيكون نايم. فبيحاول يلفت انتباههم وبيكتب اسمه رغم تليفونه على الصبورة. وكلهم بيتحكوا عليه لانه خط وحش. فبيقولوه ان كان عايش في امريكا وعلشان كده ما بيعرفش يكتب صيني كويس. بس هم ما بيهتموش بكلامه. فبيقرر انه ما يسكتش وبيمسك استك. وبيضرب بالتباشير في الرشاش المياه الخاص بالحراية. وكلهم بيتغرقوا. وهو بيمسك شمسية وبيرحب بيهم في فصله. وفي البريك بيقعد خمس طلاب من الفصل. وهم جاك وجوردن واتهو امكريس وبروسل. وطالبة اسمها جلاديس. وبيدخانوا وبيفكروا ازاي هطفشوا هنري. وساعتها بيدخل عليهم فريق كرة السلة. وبيترياءوا عليهم بسبب مستوهم الدراسي الضعيف. وكمان بيحذروه انهم يقعدوا مكانهم تاني. فبيضايق جاك واصحابه. وبيستنوا وقت تدريب الفريق. وبيرمي جاك ازازة في الملعب وبتيجي ناحية لاعبه وبيقع. وجاك واصحابه بيتحكوا عليه. والحظهم لسود بتشوفهم مدرسة اسمها لياب. وبتعقبهم هما الخمسة. وبتخليهم يكتبوا قوانين المدرسة عشر مرات. وبعدها جاك بيروح يديها ورقته وهو مبتسم. وهي بتقلق منه. وفعلا بتتفاجئ بحشرة في الورق. وبتتخض وبتوقع الشاي على ورق شغلها. وبتاني هم بتيجي لجنة من وزارة التعليم علشان يقيموا المدرسة. والمدير بيقولهم ان المدرسة ليها طريق طويل. وعنده امل انهم يمولوها. وفي الوقت ده بيوصل هنري. وبيكونوا الطلبة بطوله وعمل له فخ عبارة عن طبق فيه مية. هيقع عليه اول ما يفتح الباب. وكلهم بيجهزوا كاميراتهم. بس هنري بسرعة رهيبة بيضرب الطبق والمية بتيجي على جاك وبيعرفهم ان دلع بعيال. وبيتحامل معاهم عادي جدا. وبيطلب من جاك السجار اللي معاه. وبيقولهم ان هيسألهم ثلاث اسئلة عنها. ولو جاوبوا عليها هيسابهم يخرجوا من حصته. وفعلا اول سؤال بيجاوب عليه جوردن وبيسيب يخرج من الحصة وهو سعيد. وساعتها بيتحمسه بيحاولوا يجابوا على بعي الاسئلة علشان يخرجوا. وبيبتدي يشرح لهم خطورة واضرار التدخين. والغريبة انهم بيتجاوبوا معاه وبيسمعولوا بكل تركيز. وبنرجع للجنة الوزارة وهم بيقولوا للمدير ان ما فيش طلاب بيدخلوا عنده الجامعة من فترة كبيرة. ولو استمر الوضع بالشكل ده هيقطعوا التمويل. وهيقفلوا المدرسة. وبنشوف جاك وزميله هما رايحين ياكلوا في الكافتيري. وبيقابلوا فريق كرة السلة وبيستفزوهم بالكلام. فبتقوم بينهم خناء كبيرة. وبيتم فاصل جاك وزميله. وبيجري هنري علشان يهدي جاك. فبيقولوا ان ده مش عادل انهم يضطردوا من غير ما ادارة المدرسة تعرف سبب المشكلة. فبيرد عليه هنري بانه المفروض يصلح من نفسه ويسيطر على اعصابه. وبيدي له خمس انذارات ليه والزميله. وبيقولهم انه اقنع المدير وهيددلهم فرصة اخيرة. والغريب ان جاك بيسيب المدرسة وبيمشي. وهنري بيبقى مستغرب من سلوكه. فبيقرر ان يطلع ملفاتهم ويعرف اكتر عن حياتهم. واول واحد فيهم بيكون جوردن. اللي من عيلة فقيرة وبيحب الغنى والعصف. ونفسه يبقى مغني مشهور. لكنه بيتعرض دايما للتنمر. وبيقولوا عليه انو صوته وحش. وتاني واحدة جلادس. بنت اهلها بيفرقوا بينها وبين اخوها في المعاملة لان ابوها بيحب الولاد. فبتقرر انها تقص شعرها زي الولاد علشان يهتم بيها لكن مفيش فايدة. وده لانه ما بيعتبرهاش موجودة اساسا. وبيبقى حلمها انها تكون بطلة سباق سيارات. وبعدها بيقرى ملف التوقام كريس واخو بروس. هو بيعرف معاناتهم مع ابوهم مضمن الكحول. بسبب ان امهم هجرته من زمان. وكريس بيهرب من حياته بألعاب الكمبيوتر. اما بروس بيتم تشخيطه طبيا بنعصف الانتباه وعدم التركيز. وبيبقى حلمه ان يدرس ويشتغل علشان يبقى معه فلوس ويقدر ياخد اخوه ويبعده عن ابوهم. اما بالنسبة لجاك فهنري بيكلم المدير عليه. وبيقوله انهم لازم يسمعوا ويعرفوا سبب الخنائي. لكن المدير ما بيهتمش بكلامه لانه كل همه بيكون تقييم المدرسة. وبيقوله انه وراح حاجات اهم من اللي هو بيقوله. ده غير ان المدرسة ممكن تتقفل في اي وقت. والتاني يوم بيغيب جاك وبيروح يشتغل في مطعم كبير. وبالصدفة بيسمع رجل اعمال بيتكلم مع واحد اسمه كيم عن مدرسة اللي هتتقفل اخر السنة. وبيكون عايز يشتري الارض بتاعتها علشان يهدها ويبني مكانها مولتو جاري. فكيم بيقوله يضطمن وهو يساعده. وبيبقى حاطة الولاعة الدهب بتاعته على التربيزة. وجاك بيلمحها وبياخدها. وكيم ما بيلايهاش وبيشك في جاك. وبيخلي رجالته يضربوه. وبياخد منه الولاعة. لكن بيلاقي شخصيته قوية وما بيخافش فبيعجب بيه. وبيعرف انه طالب في مدرسة فبيقوله لو مش عايز يدرس ممكن يجي يشتغل معاه وبيسيب له فلوسه الكارت بتاعه وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون ابو جوردن بيبيع تزاكر لحفلة موسيقية. وجوردن بياخد منه واحدة وما بيبقاش عايز يدهاله علشان عايز يحضر الحفلة. وبيسيبه وبيجري. وابوه كل الموجودين بيجروا وراه. واسنان ما بيهرب منهم بيقابل هنري. وبيكون جايله مخصوص. ولما بيحاول يدفع عنه بالسلاح بينزله تاني. وبيعتذر بعد ما بيعرف ان اللي بيجري وراه يبقى ابوه. وبياخد جوردن لما كان على البحر وبيتكلم معاه. وبيعرف منه مدى حبه للموسيقى والغنى. فبيخليه غني مع الفرقة الموجودة في المكان. وبيشجعه وبيغني معاه. والجوردن بيكون سعيد جدا. وبنشوف كريس وبروس وابوهم بيتخلق معاهم وبيضطر بروس يبقى برا البيت. وبعدها هنري بيروح للاب وبيعدي يتكلم معاه عنهم وبينصحوا انه يبطل شرب. وانه يحاول يحتوي اولاده. وبيكلف كريس وبروس وباقى اصدقائهم ببرنامج زيارة مركز بيتم فيه اعادة تأهيل للمرضى المدمنين. وبيتفاجوا ان ابوهم موجود. وبيحاول يعالج نفسه. ولما بيقعدوا معاه بيعتزلوهم عن كل تصرفاته معاهم. وبيقول لهم انه بيحبوهم وبيبكي وهم بيتأثروا بكلامه وبروس بيعيط بشدة. وبنشوف جلاس وهي بتذاكر مع اخوها. وبيدخل عليهم ابوها وبيبقى جايب لها مكياج. وبيقول لها النازم تبقى زي بقية البنات وتلاقي عريس وتتجوز. لكن هي بترفض تحكم ابوها وبتروح تاخد العربية بتاعته من وراه. وفي الوقت ده بتتفاجئ بهنري اللي بياخدها لتراكس بقى للعربيات. وبيخليها تتسابق مع ابوها وبتتفق معاه لو سباقته هيسيبها تكمل تعليمها وتحقق حلمها. وفعلا بتفوز عليه. وبعدها بتخرج تسابقه في الشارع. لكن للاسف ابوها بيعمل حدثة. فبتروح له بسرعة علشان تطمن عليه. وفجأة بتيجي عربية كبيرة وبتحطى مع ربيت جلادس. وهي بتنقذ نفسها على اخر لحظة. وابوها بيفتكرها ماتت وبينهر من العياط وبيسرخ. وبيقول ان بيحبها زي اخوها بالزبط. وما كانش يصد ان يكون قاسي عليها وكان دايما عايزها تكون سعيدة. جلادس بتكون سماعة وبتعيط وهي فرحانة بكلامه. وبتروح له وبيفرح جدا انها عايشة وبيحضنها. وفي الوقت ده جاك بيروح لكم وبيقرر لو اشتغل معاه. وكان بيكون لعب في نوع قتالية. وبيدي جاك ازا ستيم مخدر علشان يحطها في المياه اللي هيشربها المنافس بتاعه. ووقتاني يوم بيروح هنري لبيت جاك يسأل عليه. وبيقابل جدته وبيعرف منها ان جاك انسان طيب وهو اللي بيهتم بيها وبيساعدها. وبالصدفة بيلمح ازازة من المخدر وبيفهم ان في حاجة غلط هتيحصل. وساعتها بيكون جاك بيحط للمنافس المخدر في المياه وبيشوفه مدير اعماله. وبيتجمع هو واللعبين عليه. وفي اللحظة دي بيوصل هنري. وبيسأل على جاك وفجأ بيسمع صوته هو بيستنجد بيه. وبيبتدي هنري يقاتل كل اللاعبين. وبتبان معاهراته القتالية العالية وبيقدر يتغلب عليهم. وبتوصل الشرطة وبياخدوهم. وجاك بيعترف لهم ان كم هو اللي طلب منه ان يعمل كده لكن كم بينكر. وما بيبقاش في دهيلة على كلام جاك. فبيسيبوه. وهنري بياخد جاك وبيمشو. وفي طريق بيشوفه جدد جاك بتشتغل وبتقوم باعمال صعبة عليها. وهنا جاك بيلوم نفسه. وبيوعد هنري انه هيرجع المدرسة وهيلتزم من بكرة. وبيروح علشان يساعد جدته. وقتاني يوم بتكون خناقة هنري مع المصارعين انتشرت بعد ما حد صورها. والاخبار بتعلم ان هنري جندي سابق في البحرية. وخريج مدرسة تاكتشي. وكل الطلبة بينبهروا لما بيسمعوا الاخبار وقد ايه هو مهر في القتال. وبترجع بنا لاحداث وبنشوف هنري وهو صغير في مدرسة تاكتشي. وبنعرف انه كان مشاغب جدا وشاي. وفي يوم اتخانق مع واحد زميله. وعمال له اصابة في ايده وساعتها ترفض من المدرسة. وعلشان والدته متوفية عمته بتاخده معها الامريكا بجواب توصيها من المدير للمدرسة العسكرية. وبيبان حب المدير لهنري واهتمامه به لما بيودعه وبيوصيه. انه لما يسافر امريكا يكون انسان طيب وشجاع. وفعلا بيدخل المدرسة العسكرية وبيبقى جندي قوي. وبيشارك في معارك وحروب وبينقذ ناس كتير. وفي الاخر بيقرر انه يتقاعد. ويعيش حياته ويلف في العالم. وبيسافر فعلا لاماكن كتيرة. وبيكتسب معلومات وثقافات عن بلاد كتير. وبعيراس المدير مدرسته وبيكتبله عن رحلاته حول العالم. وبيقرر في الاخر انه يرجع مدينته. وبيقابل مدير المدرسة بتاعته بعد ما بيتقاعد. واللي بيشجعه يفكر في التدريس ويخرج اجيال جديدة نجحة. وبعد فترة بيتوفى المدير وبيحزن عليه. ولما بيوصل للمدرسة بيلاقي كل الموجودين معجبين بيه. وبيصوروه وبيسلموا عليه وكأنه سوبرستار. وكل طلب يتفصله بيحيوه بيلقبوه بالاخ الكبير. وبيبدأ يهتموا بدراساتهم ويذكروا مستوهم بيتحسن. وكمان بنشوف جوردن في اول حفلة ليه على المسرح. وبيبقى بيغني وبيعزف وكل اصحابه بيكونوا موجودين وبيشجعوه. وهنري بيكون سعيد بيهم. وفي كافتيريا المدرسة اليان بتعزم هنري على العشاء. ولما بيوافق بتفرح جدا وبيباني انها معجبة بيه. وبنرجع لجاك واصحابه هم خارجين مع بعض وكل واحد بيخطط لمستقبله بعد التخرج. مع عادة بروس اللي بيكون خايف انه ما ينجحش في الامتحان بسبب ضعف انتباهه وتركيزه. وبيروح يشتري دوة للذاكرة وبيبتدي ياخد حباية كل يوم. ودركته في الامتحان التجريبي بتكون ضعيفة. فبيروح له هنري. وبيقول له انه هيدديره دروس علشان يساعده. لكن لما الامتحان بيقرب بياخد كمية كبيرة من الدوة بتأثر عليه. وبيقول له اخو انه مش هيروح المدرسة لانه تعبان واعصابه بتنهار. وبيبقى فاقد للامل وبينطه من فوق الصور. وبيدخل المستشفى وبتبقى حالته مش مستقرة. وعلشان يتحسن هياخد وقت. وبينتشر الخبر في الاعلام وبيتهموا هنري ان هو المسؤول لانه طالب من فصله. وبتيجي لجنة من وزارة التعليم وبتحقق معاه. وبيقول له ان اسلوب تعليمه الغريب للطلبة هو السبب. وانه غير كفء للتدريس. وبيتم فصله من المدرسة. ولما بيجي يمشي كل الطلبة بيجروا عليه علشان بيحبوه عايزين ويفضل معاهم. وبيبقوا كلهم في حالة حزن. وبتجلهم ليان وبتقول لهم علشان يثبتوا ان هنري معلم جيد لازم يكتهدوا وينجحوا في الامتحان بدرجات عالية. وهي وكل المدرسين هيساعدوهم. وفعلا بيبتدوا كلهم يذكروا ويكتهدوا. ولما الخبر بيوصل لكم بيقرر يمنعهم من دخول الامتحانات. وبيبعت رسائل لكل الطلبة على انه هنري علشان يقابلوه في المدرسة قبل الامتحان. ولما بيتجمعوا بيتفاجئوا بكم ورجالتو. وبياخدوا تليفوناتهم وبيحبسوهم. وبيعرفوهم انهم مش هيمتحنوا علشان الوزارة تقفل المدرسة. وبتقع من جاك محفظته وبيلاقيها هنري. وبيكون فيها ورق الدخول الامتحان. وبيلاقيهم في الملعب وبيفضل يدرف في رجالة كيم. وبيقدر يتغلب عليهم كلهم. وبيخرج الطلبة بطوله علشان يلحقوا الامتحانات. وبعدها بيتقتل مع كيم اللي بيكشف له عن شخصيته الحقيقية. وبيعرفوا كيم ان هو زميله اللي عمله اصابة في يده وهم صغيرين. وحرموا من حلمه انه يكون عازف فيانو مشهور. ومن ساعتها وهو بيكرهه وعايز ينتقل منه. وبيفضل يتقاتل معاه. وهنري بيتغلب عليه وما بيضلاش يقتله. وبيجرح نفسه قدامه وبيعتذر له كم بيكون مصدوم. وجاك وزميله بيلحقوا الامتحانه وبينجحوا بتفوق. والطلاب بتتآهل للجامعة والوزارة بتقرر انها تنول المدرسة. وبتبقى من افضل المدرس في المدينة. وبيتعين هنري مدرس اساسي في المدرسة. وبيدرس من جديد لفاصل المشركة.